موسيقى الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة مجزء لأخر الأخبار من قناة تن أهلا بكم أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع أربعين إرهابيا في ثلاث مدهمة أمنية لأوكارهم بعدة أماكن مختلفة وأوضحت الداخلية أن المدهمة تمت بناء على توفر معلومات لقطاع الأمن الوطني حول قيام مجموعة من العناصر الإرهابية بالتخطيط والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف مؤسسات الدولة خاصة الاقتصادية ومقاومات صناعة السياحة ورجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المسيحية كما أعلن البيان أنه تم العثور بحوزة الإرهابيين على أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة وأدوات ومواد تصنيع المتفجرات كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة شبكة تضم سبعة متهمين بعين شمس للمحاكمة الجنائية العجلة وذلك لاتهامهم بالإتجار في البشر وجاء في التحقيقات أن المتهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة لاستغلال حاجة البعض إلى المال قاصدين من ذلك الحصول على الأعضاء البشرية كما أن المتهمين اتبعوا أسلوب نقل الأعضاء وإيواء المرضى واستقبال المجني عليهم اختتمت بالقاهرة فعاليات الاجتماع الأول لفريق العمل المصري السعودي والمعني بمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الدورة السادسة عشر لللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض خلال مايو الماضي هذا ونقش الجانبان العديد من المجالات الاقتصادية إضافة إلى بعض المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية وغيرها وأثمرت المناقشات عن نتائج إيجابية للجانبين وانعقد على همش الاجتماع عقد أولى جلسات لجنة تعاون الصناعي بين مصر والسعودية والمعنية بمناقشة فرص الاستثمار الصناعي وإزالة أي معوقات تعترضها قال مصدر أممي إن ميليشيا الحوثي بدأت في إعادة الانتشار داخل ميناء الحديدة مدينة الحديدة الساحلية باليمن في إطار اتفاق ستوكهولم وأفضت مصادر يمنية أن ميليشيا الحوثي أطلقت النار على مركبة للجيش اليمنية أثناء فتح طريق الكيلو 16 الذي يربط بين مدن صنعاء وتعز والحديدة والذي تم التواصل إليها أمس ضمن مشاورات الأطراف اليمنية مع الفريق الأممي والمتابعي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بيري إن الاتصالات والمشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة في حالة جمود بالكامل وأن لا أحد من القوى المعنية بالتأليف الحكومي يتحدث مع الآخر في هذا الملف كما شدد بيري على أن الوضع العام في لبنان لم يعد يحتمل استمرار التأخير في تشكيل الحكومة مشيرا إلى أن المخرج للعقدة الحكومية يكون عبر اختيار اسم من الأسماء التي سماها اللقاء التشاورية كممثل حصري له في الحكومة يعبر عنه ويلتزم بموقفه في فرنسا أعلنت السطرات السفراء عزمها موصلة التظاهرات وتنظيم تجمعات متفرقة في باريس وليو ومرسيليا ومدن أخرى من جهتها عززت الشرطة الفرنسية إجراءاتها الأمنية بشكل كبير في عدد من المناطق لاحتواء الاحتجاجات في أسبوعها السابع والتي تتزامن هذه المرة مع الاحتفالات برأس السنة الميلادية وبحسب السلطات الفرنسية فإن الاحتجاجات بدأت تتراجع من خلال تقلص أعداد المشاركين فيها قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف أن عام 2018 أصبح عام الفرص الضائع في العلاقات الأمريكية الروسية ذلك رغم مساعي بلاده من أجل تحسين الموقف بين الدولتين وأضاف أنتونوف أن بلاده بذلت جهودا مضاعفة من أجل تحسين وضع العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن يجتمع الطرفان مجددا العام المقبل رياضيا يقود النجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول في مواجهته مع أرسنال الإنجليزي بملعب أنفلد ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدور الإنجليزي الممتازة والتي تقام في السابع ونصف مساء يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدور الإنجليزي برصيد 51 نقطة متفوقا بفارق ست نقاط على توتنهام صاحب الوصافة وسبع نقاط على منشستر سيتي صاحب المركز الثالث بينما يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 38 نقطة انتهى المركز في أمان الله اشتركوا في القناة